عام 2021 يعد عام الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الأمنة حيث استفاد أكثر من 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الأمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه ويعد العمل على تطوير وتنمية المناطق الحضرية والحفاظ على المناطق الذات الطابع المتميز والعمل على توفير واحتياجات ومتطلبات السكان هدفا تبنته الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد في العرض التالي مع الزميلة فاطمة خليل أهلا بكم العمل على تطوير وتنمية المناطق الحضرية والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان هدف تبنته الدولة بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة عملت الدولة على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية عام 2021 ومن المناطق غير المخططة في 2030 قال تقرير لمجلس الوزراء أن حوالي مليون ومائتي ألف مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها نحو 357 منطقة في 25 محافظة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية بتكلفة بلغت نحو 63 مليار جنيه أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة مشروع بشير الخير 1 و 2 و 3 بمحافظة الإسكندرية تم خلاله إنشاء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليارات جنيه كما تم إنشاء تجمع سكني بمشروع معا بمحافظة القهرة وإنشاء 18 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات 1 و 2 و 3 ومشروع أهلين 1 و 2 بينما تم إنشاء 4 ألف وتسامئة وحدة سكنية خلال مشروع المحروسة 1 و 2 وتم تنفيذ مشروع زرزارة 1 و 2 و 3 بمحافظة بورسعيد وعلى صعيد المناطق غير المخططة من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق الآمنة والمناطق غير المخططة عام 2030 حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات نحو 152 ألف فدانة وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها إلى 318 مليار جنيه علما بأنه تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بمساحة 4,616 فدانة وتقدم حوالي 460 ألف أسرة بينما يجري تطوير 79 منطقة بمساحة 6,941 فدانة وتقدم حوالي 690 ألف أسرة وبالنسبة للأسواق غير الآمنة فقد وصل إجمالي عدد تلك الأسواق إلى 1105 أسواق وتشمل أكثر من 306 ألاف وحدة بيع وتبلغ تكلفة تطويرها نحو 44 مليار جنيه علما بأنه تم تطوير 20 سوقا يشمل نحو 3,33 وحدة بأنه يجري تطوير 20 سوقا يشمل نحو 3,171 وحدة تقرير للبنك الدولي صنف مصر في مؤشر سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر حيث أكد أنها الأقل إقليميا ومن أقل 13 دولة عالميا كما أكد صندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية تتبنى برامج حماية ابتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجا كما هذا استعراضا لأهم جهود الدولة ومسعيها الدؤوبة لتحقيق التنمية الحضرية وتطويرها للمناطق غير الأمنة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات باعتبارها حقا أساسيا لكل مواطن كنت لما بامشي واشوف مناطق ظروفها صعبة كنت بحلم بحلم أن ده يتغير كنت أقول لو أنا معايا أموال خاصة بي يا رب أنا هغير كلام يعني 100 مليار يبقى كفاية ولا لا وكده فكان اللي يسمعني يقول لي أنت بتحلم ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده اشتركوا في القناة